في عبس في عبس وإهمال واستهطار وعدم مسئولية بكل من يدير منظومة الكرة في مصر بص بقى أنا إيه هقولك اللي في نفسي اللي حصل النهاردة في مباراة الأهلي وإنبي في دوري 2003 المباراة الحاسمة للفوز باللقب حاجة مهينة مهينة على الآل مهينة لمنظومة كرة القدم في مصر كفاية عبس أنا والله بختار أرفاظي أنا لو علي هقول كلام تاني كتير قوي النهاردة بنتفرج على المباراة مجلبش عليكم يعني مش كلام متابعين جيدين متابعين قوي اللي بيحصل في دوريات الشباب مش متابعين قوي التفاصيل يعني مهم وإحنا بنتفرج على المباراة الأهلي كسب إنبي كام أربعة ثلاثة فتصورنا إن الأهلي خلاص كده خد الدوري صح كده فجأة لقينا الأهلي أقل عيبة إنبي بتجري تحتفل بالدوري هو مش الأهلي اللي كسب يا جماعة لقيبة إنبي بتحتفل ليه يمكن إنبي هو اللي كسب إحنا غلطانين مش حاسبينها صح إنبي كسب الدوري طيب مبروك لإنبي فجأة تلاقي لقيبة الأهلي بتحتفل كمان العبس ده هو مين صح ومين غلط وفين إنحاد الكورة في الحكاية دي أنا على فكرة أنه النهاردة لأهلهم إنبي ولا هلهم الأهلي فين إتحاد الكورة في القصة دي طيب الحكاية يعشر حهاكم تابقوا عارفينها برضو اللي ما تابعش الأمر إنه في اليتيتين النهاردة أتساوف النقاط والأهلي فاز بالمواجهات المباشرة بالدوري ده بحسب على فكرة اخطب ذاتtı والتحاد الكورة بعد المباراة إن الأهلي كسب الدوري طيب إنبي بيقول إنه له حق إنه لما لعب مباراة أمام المصر البورسعيدي وغسرها كان المصر أشرق لعب فوق السنة وبالتالي المفروض النتيجة تحسب لي ولو حسبت لإنبي فإنبي يصبح بهذه الطريقة وعدد النقاط هو بطل الدوري وليس الأهلي طيب طيب تسأل هو ليه اتحاد الكرة ما حسمش الأمر أصلا من قبل ما المباراة تبدأ قالك كنت بكلم حد في اتحاد الكرة قبل ما مدخل على الهواء قالك لا أصلا الوقت كان قليل لحسم الأمر وقصد فيه إجراءات وتواريخ ميلاد وتفاصيل وجهات أخرى وكسة كبيرة جدا فأنا كان رضي على المسؤول ده لا ما تلعبش المباراة دلوقتي أجلها أخد قرار وإن كنت يعني مش مستدلها برضو إن الإجراءات بتاخد وقت كبير بس فرضا أجل المباراة بس هو إنبي دلوقتي قدامي عنده حق الأهلي عنده حق ما قال أهلي هيقول لك إيه أنا ما قال أنا ما نريش لمن يمكن ما يطلعش ما يتلغيش نديجة مباراة إنبي والمصري ببساطة يعني أهو ده بالمناسبة الخطاب اللي بعد اتحاد الكرة النهاردة بعد المباراة قالك إنه طبقا للاحة المسابقات يعتبر النادي الأهلي هو الفائز بمسابقة الدوري موليد 2003 ولكن نظر نتقدم نادي إنبي باحتجاج يوم 16-4 وهو احتجاج يتعلج بتزوير في أوراق رسمية ما يطلب البحث فيه في عدة جهات مختلفة غير خاضعة للتحاد الكرة وبالتالي الدوري للنادي الأهلي طيب إحنا بقى منا وده برضو الخطاب اللي كان بعته إنبي لاتحاد الكرة بيعكي في حكاية مباراة المصري وتزوير أو يعني لعب فوق السن يعني في تزوير موارد 97 لعب المباراة دي اللي هو مفروض بطولة 2003 فيها تفاصيل كثيرة بس أنا شايف من الخطاب ده كده إنه إنبي يعني مستف ورق حاضر بالتواريخ بكل حاجة بكل التفاصيل الممكنة وبالتالي إنبي شايف إنه تبقى اللي ده أنا بطل الدوري الأهلي أنا ما يعليش فيه أنا ما عرفش الخطوات دي أنا بالنقاط أنا بطل الدوري إحنا منا نشوف العبس ده وتاني أنا لا ألوم إنبي ولا ألوم الأهلي أنا ألوم اتحاد الكرة إزاي سيب الوضع يمشي بالطريقة دي يعني